نزلت الأمانة في جز قلوب الرجال ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فالك الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله اللهم اهدي قلوبنا اللهم اصلح قلوبنا اللهم احيي قلوبنا اللهم نوّر قلوبنا اللهم طهير قلوبنا اللهم اغسل قلوبنا اللهم نقل قلوبنا اللهم اعن قلوبنا اللهم ازرح حبك في قلوبنا اللهم ثبت على الايمان قلوبنا اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة وأنت خير الرازقين هنا المدرسة الربانية وهذه دورة الاستعداد لرمضان الدورة الخامسة عشرة الف واربعمائة واثنى واربعون اسأل الله زجل ان يلهمنا رشدنا ويقينا شر انفسنا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يرزقنا العمل بما علمنا مرت خمس عشرة دورة اريد ان اشير اليها فقد كانت البداية في سنة الف واربعمائة وثمانين وعشرين وكانت الدورة بعنوان اركم معنا ويسر الله واعان اسأل الله عز وجل ان يتم نعمته وان يجيم علينا اللهم ادم علينا نعمتك وعافيتك وسطرك في الدنيا والاخرة وكفنا كل ما اهمنا منذ هذا العام الف واربعمائة وثمانين وعشرين الى اليوم استمرت هذه الدورات فوتنا سنة تقريبا في الوسطى او في بعض السنوات لظروف الشاهد كانت الاولى اركب معنا والثانية اسرار المحبين اسرار المحبين وكانت الثالثة المشتاقون الى رمضان والرابعة كانت بعنوان تمارين التدبر ثم علم عبدي ثم بعدها كانت دورة بعنوان قصة القلوب ثم جاء بعدها في العام الذي يليها محركات القلوب ثم كيف اتوب ثم فاستمسك ثم جاء بعدها اني ذاهب الى ربي ثم بعدها ربيع القلوب ثم بعدها ففروا الى الله ثم بعدها القومة لله وفي العام الماضي كانت بعنوان اقترب وهذا العام بعنوان جزور هذه الدورات كلها موجودة على الموقع على الموقع الرسمي محمد حسين يعقوب يعقوب دوتكم بروابطها موجودة كل واحدة من دول سلسون حلقة لان انا اقول هذا لان بعض الدورات هذه انت محتاجها وخصوصا اذا سمعت عنوانها قد تكون دورة هذا العام مكملة لكل ما سبق ان شاء الله لان قصة هذه الدورة انني ارى اننا في الظروف الحالية مع كورونا ومع البطالة والفقر والمرض والمشاكل الكثيرة التي ظهرت في المجتمع فهذه كلها لها تأثير ايها الاخوة في السير الى الله الانسان هو ماشر ربنا سبحانه وتعالى يحتاج عشان يوصل لربنا عشان العبادة محتاجة تفريغ قلب وتفريغ عقل وتفريغ هم عشان اقدر اركز في الصلاة محتاج دماغي تبقى مززبطة مع ربنا الامام الشافعي بيقول رحمه الله الامام الشافعي رحمه الله يقول اذا لا استطيع ان اجلس الى العلم اذا كلفت وبصل لو مراته قالت له انا عايزة بصل ما يعرفش يركز في العلم فلذلك اللي مراته بقى مشاكل النساء والبيوت مشاكل الفلوس وغلاء الاسعار وقلة الفلوس مشاكل الشغل والبطالة والمشاكل فيه مشاكل كتير مشاكل المرض والتعب الهوس بتاع كورونا والخوف من المرض والخوف من العدوى والاحتياطات والاحترازات وانا لا انهى عن ذلك اعمل احتياطاتك واحترازاتك على قد ما تقدر لكن اقول ان دي كلها بيحتاج بقول سببت تفلت كثير من المسلمين لا 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 تسببت ايضا دي حاجة جديدة كمان وهي وسائل الاعلام وسائل التواصل الاجتماعي في تسببت في نشر فكرة تفلت من الدين بقيت ببساطة الناس اصحاب لها واخوة ادام وبدأ تفريط بشكل مريب 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 تفريط حجاب النساء والمنتقبات بقى فيه تفريط بشكل مريب التفريط يعني لسه كنت بقول الابن يبضل ربنا يهدي ويهدي ابوه ويهدي المسلمين اجمعين وهو بيصلي في سورة يوسف فلما ولما بقول لي يا ابني دي زمان كنا في معارك عليها هي ولما ولا فلما هتوقفني عشان لما وفلما ايوه وقفك ورجعك وتعيد من الاول تاني وانت كده مش حافظ دازم تفرق بين ولما وفلما النهار دا زي بقول كده الدقائق دي لما حصل تساهل فيها والتساهل ده انا كنت بسميها ايه عندنا محاضرة اسمها اسهال والاستسهال فالاستسهال ده مش بيبقى بقى ولما فلما ده ايه بتفرط منه بتفرط بتبقى في كل حاجة فالتفريط ده والتساهل ودي مش مهمة ودي بسيطة ودي سهلة ودي نقدر عليها ودي ممكن تتدارك ضيارة الدين عشان كده كانت جزور بنضيق ليه لان ما عندناش جزور جزور لو الانسان ما دقق له جزور في الارض قلت ان الامارة كل ما احنا عايزينها تحلى ادوار اكتر لازم ندقلها خوزيق في الارض في الاعماق عشان تقدر تحمل عليها فلازم جزور نحمل عليها وان اصل كلامنا حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نزلت الامانة في جزر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة يبقى محتقين ان احنا نأسس وانأصل من جديد وانعمق جزور جزور للإيمان وانا اول جزر دائناه على مدار الحلقات الاثني عشر الماضية تعظيم الله وقلنا لو ان عظمة الله في قلبك بلغت مبلغها ما عصيت الله قط ما تركت فريضة قط ما تساهلت في التفريط في الدين قط سبب هذا التفريط ضعف عظمة الله في القلب كلمنا بقى عن تعظيم الله كلام كتير جدا وقلت انا مش عايز اكملها او اعديها انا مش عايز هتعدي كلام نظري ان انا قعد اقول لك الايات وقول لك الاحديث واقوال السلف الكلام ده سهل بقى انك انت تطلعه من اي حتة وتجيبه انت وقلت لك النصيحة اكتب المصحف وحدد ايات الله اللي بتتكلم عن ربنا بلون مختلف وبين طلع منها الايات اللي بتتكلم عن عظمة الله اعملها بنفسك سهلة بقى كلنا انزموا انا بجيبه بنقول المعاصي سهلة اللهم تب علينا اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين اللهم اكفينا شر الذنوب والمعاصي يا رب اصرف عنا السيئات يا رب قنى السيئات فانه منطق السيئات فقد رحمت زي ما التلفون شغال عند ناس كتيرة في المعاصي والذنوب شغاله شوية في الطاعات بس اكتب تعظيم الله وخالك جوجل هيقولك الموضوع كيف اعظم الله الى اخره الكلام بقى سهل انك انت تجيبه لكن انا عايز اتكلمك في نقطة عملية نقطة عملية اللي هي الاحساس بعظمة الله انك تحسها من قلبك مش تعلمها انك انت يبان عليك يظهر عليك في المواقف انك فعلا انت راجل بتعظم الله ان انت ست بتعظم ربنا ان ربنا لعظم في قلبك عارف كنا زمان بنقول بقى وهتلاقي الكلام ده موجود في كتاب كيف اتوب ان ان من تعظيم الله اللي تذكره مع المحقرات انك انت ما تيجي تتكلم عن ربنا يبقى تتكلم عن ربنا بتعظيم وتوقير واجلال واخبات اه 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 قلنا مش هنقضيها كلام عايزينها عمل ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم اه عايزينها نقضيها عمل عايزين ننتقل الى النقطة اللي بعد اه النقطة اللي بعد تعظيم الله دقينا الجزر الاول في تعظيم الله عز وجل الجزر الثاني تعظيم الرسول صلى الله عليه وعلى اهله وصحبه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم دللنا لربنا قائد قائد بقول دايما وافهم دي علشان دي مهمة جدا ايضا في الجزور لابد لكل سائر الى الله لابد لكل من يريد الوصول الى الله لابد لكل من يريد احنا قلنا امس حدد قلنا مش امس في الحلقات الماضية قلنا انك انت لكل من يريد ان ينجح في البداية لابد من تحديد هدف واحد انهم امرين الاخلاص والصدق الاخلاص توحيد المقصود والصدق توحيد القصد لا بد من امرين توحيد المقصود الله ده اسم الاخلاص اننا اريد الله قلنا بمنتهى الصراحة والوضوح زي الشمس كذا ان يطلع الله على قلبك فيرى انك لا تريد انك لا تريد من الدنيا والاخرة الا هو ان يطلع الله على قلبك فيرى فيرى انك لا تريد من الدنيا والاخرة الا هو ده الاخلاص الصدق توحيد المقصود توحيد القصد انا عايز ايه من ربنا رضاه بس 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 عايز ايه ربنا يرضى عني وايه كمان بس بس اللي احنا سمناها السعادة النفسية والراحة النفسية والهدوء النفسي والسلامة النفسية رضى ربنا وان السبيل الى هذا حاجة واحدة الا تهتم برضى الخلق ان البشر دول ما يشغلوش اهتمامك اللي يرضى يرضى واللي ما يرضى يرضى واللي يحبني يحبني هو حر واللي يعظمني ويكبرني هو حر لنفسه واللي يحتقرني ويزدريني ويؤذيني هو حر برضو انا مشغول بربنا وراضي به ده المنطلق المنطلق ايه حكتين ان يكون للقلب صمد يصمد الي الله توحيد القصد وتوحيد المقصود وان يكون للجسد مثل اعلى يقتدي به ويتبعه احبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله لرمضان نزلت الامانة في جز قلوب الرجال اشتركوا في القناة